تقدمت مصر بخالص التعازي والموساة إلى دولة الإمارات ومملكة البحرين في استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في العاصمة الصومالية مقدشو وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال التطرف داعية إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه